عقدت إدارة الشؤون القانونية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعا لللجنة المشتركة من خبراء وممثل وزراء العدل والجهات المعنية في الدول العربية وبمشاركة وزراء الصحة في الدول العربية ذلك لتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ويأتي الاجتماع تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ذلك لوضع قانون عربي موحد نموذجي في هذا الإطار ليكون قانونا استرشاديا لدى الدول العربية نحن في مدى يومين في مقر الجامعة العربية عقد اجتماع اللجنة المشتركة من ممسل وزراء العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مشروع القانون العربي الاسترشادي حول المخدرات والمؤثرات العقلية هذا القانون أو مشروع القانون كان قد تم إعداده من قبل خبير من الجمهورية جزائرية ووافق عليه مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب وتم تشكيل هذه اللجنة التي عقدت عدة لقاءات واليوم نحن وختمنا أعمال هذه اللجنة التي كانت بمشاركة واسعة من جميع الدول العربية وخبراء من وزراء العدل والداخلية هذا يأكد على أهمية هذا الموضوع بني مشروع قانون استرشادي لأجل تنظيم حقيقة مكافعة هذه الآفة التي تضرب مجتمعاتنا وقد تبنى الجميع مشروع هذا القانون لأجل الاسترشاد به في القوانين الداخلية واللوائح حقيقة للدول العربية